من سيفوز أو من سيحدد الفوز في الانتخابات القادمة؟ هل هو الدولة العميقة في أمريكا أم أباطرة المال؟ لا، الدولة هو من حدد الانتخابات الماضية هو من سيحدد هذه الانتخابات يعني أنا ذكرت أن مثلاً في معدلة وإحصائية بسيطة لوجود ترامب يعني أنا عاشي الحزينة الأمريكية ظهرت معه فكرة وجود الرجل الأبيض وللعلم أن ترامب له تابعين قثر في الولايات المتحدة الأمريكية وأتباع قثر كما رأينا في هذه الأحداث بعد أن تم إزاحته من على عرش أمريكا أو حكم أمريكا فترامب رئيس جعبوي له أصوات قثر وحتى في الإحصايات الحالية كانت تفوق إلى ترامب ولكن الدولة أو مؤسسات الدولة هي من ستمنع ترامب مرة أخرى وربما إذا وصل ترامب ربما يكون هناك عملية اختيال لترامب كما رأينا في عملية اختيال كينيدي أو غيره فمن يتحدى سياسة أمريكا أو يتحدى استراتيجياتها أو يتحدى ممادئها في نفوذها الدولي يتم التخلص منه فالمال جزء مهم ولكن الحفاظ على شكل أمريكا هناك مؤسسات تعي وتعرف كيف تحافظ على ذلك وربما الانتخابات الماضية أظهرت ذلك فترامب كان فائذا لو لا وجود الانتخابات عبر البريد الإلكتروني وغيرها من الأمور فهو كان صادق فكانت الحزبة بالورقة والقلم كانت لدى ترامب ولكن بمفهوم الدولة الأمريكية والإمبريالية الأمريكية وأمريكا أحدية القد كان لابد من إزاحة ترامب وسيتم إزاحة ترامب مرة أخرى ولو وصل ترامب إلى الحكم ربما يكون له اختيال مشابه لجون كيم